تعالوا بنا ننظر في القرآن الكريم في الدستور السماوي الإلهي الدستور الخالد الذي أوكل الله سبحانه وتعالى هذا الدين وحفظ هذا الدين خذوها خالدة هذه الكلمة الله لم يوكل هذا الدين لبشر من البشر وإنما أوكل أمر هذا الدين والتحفظ والحفظ على هذا الدين إلى من أنزل هذا الدين فقال ربنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والذكر هو القرآن والسنة كما قال السادة العلماء والقرآن والسنة كلاهما ينبعان من مشكات واحدة ألا وهي مشكات الوحي الإلهي التي قال الله عنها وما ينطق عن الهوى وما ينطق لا في الماضي ولا في المضارع ولا في المستقبل فعل جمع أنواع الأفعال الثلاثة الماضي والمضارع والمستقبل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله وقال من يطع الرسول فقاد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظ وما أرسلناك عليهم حفيظ